يعد الوسط الأكاديمي ركزة أساسية من ركائز تطور المجتمعات ومن أسباب نهضتها وتقدمها والاهتمام به جاء من أولويات العتبة العباسية المقدسة لكون هي تبوأ مكانة في المجتمع فهي تتواصل من خلال شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها إلى إقامة الملتقى الأسبوع لأساتذة الجامعات العراقية الذي احتضن مؤخرا وفدا من كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة ذيغار مؤسساتها مشاريعها التلموية ومشاريعها الانتاجية وتلقينا حضرنا بعض المحاضرات والورش مع العتبة كان الهدف من هذه الزيارة هو إطلاع الكوادر الأكاديمية والعلمية على ما أنجزته العتبة المقدسة من أجل إيصالها لبقية المجتمع وأيضا تعشيق العلاقة ما بين الجامعات والعتبة المقدسة باعتبارها صرح إشعاء ثقافي ديني فكري علمي لا يقتصر على جانب محدد ملتقى ثقافي ضم برنامجا مكثفا اشترك فيه نحو ثلاثين أستاذا تضمن محاضرات وورشا للتنمية الوطنية والدينية وجولة على عدد من أخسام العتبتين المقدستين الثقافية إلى جانب جولة ميدانية على المشاريع العمرانية والزراعية والتعليمية للإطلاع عليها عن كثاب بصراحة نقول أن العتبة العباسية ومشاريع العتبة العباسية هي علامة مضيئة ليس فقط على مستوى مدينة كربلاء بل على مستوى العراق خطوة تتبع أخرى لتقديم كل ما يخدم المجتمع والمساهمة في الارتقاء به فمبادراتها المستمرة في تقديم الدعم المعنوي لكل من يحتاجه من أجل المصلحة العامة عمل دابت عليه العتبة المقدسة ولسيما دعمها للأكاديميين فهي تولي اهتمامها بهم من خلال شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها من أجل تقوية الأواصر وليكمل أحدهم الآخر وتعم الفائدة على الجميع